محدش يفوت الفيديو ده هنعمل الاكلة التحفة دي طاج لسان عصفور باللحمة اتحداكوا تكونوا عملتوا بالطعامة دي يلا نبتدي الوصفة اول حاجة هنزل بمعلقة سمنة في الحلة لنا حطها على النار وانزل عليهم باللحمة وانا مقطعها صغير بالشكل ده وابدأ اشوح اللحمة فيها وانزل بعد كده ببصلتين مبشورين بالشكل ده وقلب كويس البصل وانزل باتنين او تلاتة من الحبهن وورقتين من اللورة وكمان قرنفل اتنين او تلاتة من القرنفل وقلب كويس جدا وكمان انزل بالفلفل ودلوقتي هنزل بالبابريكا وبعده التوم المفروم حوالي 3 فصوص من التوم المفروم وكمان جسد الطيب ودلوقتي بقى احط معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وقلب كويس جدا دلوقتي بقى هزود شوية مية عشان اللحمة تستوي وبعد كده انزل بالملح وفي حالة تانية انزل بالسمنة والزيت عشان احمر لسان العصفور وبعد ما يتحمر في طاج انزل بالسان العصفور اللي انا حمرته وعليه اللحمة والشربة وعليهم هنزل بمعلقة واثنين من دبس الرومان واغط الصنية بورق فويل ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة لربع بجدد احلى طاج اللسان العصفور باللحمة لو عجبتكم الوصف هتنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة مع السلامة